موسيقى الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عذوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين وبعد كل عام أنتم بخير من أعجب الشخصيات في التاريخ كله إمامنا العادل وفاروق الأمة وأمير المؤمنين والخليفة الثاني لأمة المسلمين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان نسيجا وحده كان رجلا قل أن يوجد له مثيل في عظمته وفي تواضع في عنفوانه وفي حكمته رجل مكنه الله عز وجل أن يجمع ما بين الضدين حتى إنهم قالوا في وصف أبي بكر له في مسألة المرتدين يا ابن الخطاب أجبار في الجاهلية وخوار في الإسلام وعمر كان جبارا في الجاهلية وجبروته في الإسلام استمر بقانون الإسلام أصبح شدة يوظفها النبي صلى الله عليه وسلم لخدمة الإسلام من يريد أن يتربى النبي يرسل له عمر من يريد أن يتعلم الأدب النبي يخوفه بعمر لأن عمر رجل لا يعرف الهزار عمر هو عمر صاحب مبدأ يعرف طريقة اشتهر بقوته بعنفوانه بجبروته فلما صبغ بصبغة الإسلام أصبحت هذه القوة مسيسة للدين عندما يريدها الله عز وجل في التقوى فهي أهلها عندما يريدها الله ليبسط وينشر ويرفع راية الإسلام يجدها فهي أهلها سبحانه الله وما لكثرة قراءتي عن سيدنا عمر وعشقي له رضي الله عنه وجزاه الله عنه وعن أمتنا خير الجزاء كثيرا ما أعرج في خطب المنبرية وفي دروسي لأني عاشق بل والله كان من فضل الله علي في التسعينيات أني خطط بعد سلسلة من الخطب كانت لها مواضيع مختلفة ولكن وحدة الموضوع تجمعها فكنت قد دخلت في سلسلة من الخطب عن المرأة في الإسلام واستمرت ما يقارب من شهر ونصف وأعقبتها بعد ذلك بخطب متسلسلة عن الدعاء وفضله في الإسلام ثم أردت أن أريح جماهيري وأحبتي والمريدين عندي في المسجد فبيني وبين نفسي قلت اعطيها رست عن سلاسل الخطب الكبيرة ليكن خطبة أو لتكن خطبة واحدة حتى يستروح الناس ويستريح قليلا من مسألة التتابع لسلاسل الخطب فوقع اختياري أني أخطب خطبة عن عمر بن الخطب شاءت إرادة الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رم فإذا بي بفضل الله عز وجل أتابع الخطبة بخطبتين بثلاث خطب بأربع خطب وبدأ أهل القرية وبلدتي قرية كبيرة يتبعها نجوع ونزل وعزاب وبعض القرى الصغيرة أعداد غفيرة فجئت بسبب انسجام الناس وعشقهم وتعطشهم لسيرة الفاروق عمر أقسم بالله غير حالف وقل ما أحلف أن الناس في الشارع والشوارع والدروب كانوا إذا رأوني مارا يستحلفون علي بالله ألا تترك عمر يعني هم يطالبون بالزيادة فالخطب التي تتكلم عن عمر بن الخطب وكان من فتح الله علي أيامها أني ظللت أخطب عن عمر بن الخطب ما يقارب من ثلاث عشرة خطبة استمرت معي يعني ما يقارب من ثلاثة أشهر سبحان الله أو ما يزيد وكلها كانت غير مكررة لأن سيرة عمر ثرية سيرة عمر خصبة إن أردت تتكلم عن الطهر عن الولاء عن العدل عن المؤاخاة عن المحبة عن التجرد عن الإخبات عن الخشوع عن التزام الطاعة عن عشق النبي عن تقدير الصحابة عن إنزال الناس منازلهم رجل خبير في أي مجال وجدت الفاروق عمر له باع طويل هو أهلها مهما تعددت وتغيرت منصات الكلام أو مواضيع التعبير أو حالات الميدين تجد فيها عمر صاحب البصمة الكبيرة والرأي السليل يكفي الموافقات الموافقات كان عمر بن الخطاب يقول في أمر ما كذا بعدها بقليل ينزل جبريل عليه السلام كبير أمناء وحي السماء ينزل ليترجم ما أشار به الفاروق عمر إلى آيات قرآنية نورانية تحفظ في سجل أهل الإسلام تخليداً لما قاله عمر وليسير المسلمون على دربه ومن سار على الدرب وصل أرأيتم بركة عند أي أمة من أمم الأرض فيها ملهم مثل ما ألهم الله الفاروق عمر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفخر بذلك ويفتخر ويقول إن يكن في أمة ملهمون أو محدثون فمنهم عمر بن الخطاب بل ما هو أجمل وأجل وأعلى من ذلك عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه أي ولاء للدين أي طاعة لرب العالمين أي عشق لرسول الله ورحمته للعالمين هذا الذي وجدناه في شخصية الفاروق عمر فمن يباري أبا حفص وسيرته أو من يحاول للفاروق تشبيها لا أحد فمن يباري أبا حفص وسيرته أو من يحاول للفاروق تشبيها رجل لا مثيل له ولا عدل له هو كان بصمة من بصمات الإسلام الرائعة وكان دربا للخلود في كل شيء رجل مليء بالعظمة مترع بالشجاعة حتى وردت الأخبار أنه لم يهزم لا في المصارع وهو صغير مع أقرانه ولا في الحروب وهو شاب أو رجل أو كبير في حياته سبحان الله كلما تقدمت به السن وزادت عظمته في المقابل ارتفعت أسهم تواضعه الشريف حتى إنه في آخر حجة الله رقد على أرضية المسجد الحرام وبكى إلى الله وشكى عزرة اللهم كبرت سني وضعف بدني وانتشرت رعيتي اللهم اقبضني إليك غير مضيع يستشعر ثقة للأمانة لأن عمر كان لا يحكم بلدة ولا قطرا بعينه إنما عمر كان يحكم من عشرات البلدان الإسلامية التي افتتحت في عهد الصديق وفي عهده يعني عمر في المدينة يقيم وحكمه جاري على مصر عمر يقيم في المدينة والشام تدين له بالولاء عمر في المدينة والبحرين واليمن غيرهم تدين له بالولاء وهو الذي أمر الأمراء فيه وكلمته هي التي تتم وهو الذي يحاسب الكل وهو المسؤول عن هذه الأمة بتعدادها بألوفها وكان أهلا للقيادة وكان أهلا للزعامة وكان أهلا لتحمل المسؤولية رضوان الله على عمر والدين الذي أنجب عمر وكل الأصحاب الذين ساعدوا عمر والأجمل والأفضل الصلاة والسلام على النبي الذي صنع عمر وأثر في مسيرة عمر اللهم أكرمنا بكرامة عمر عندك واجعلنا من عبادك العمريين ارزقنا السير على دربه ووفقنا أن نطيعك يا الله ونطيع رسولك الأمين كما أطاع الفاروق عمر اللهم إن نحبه فيك ولم نجتمع سويا في الدنيا فلا تحرمنا يا رب من شرف أن نلتقي به بين يديك في الآخرة اللهم إن نسألك كرامة مثل التي منحتها لعمر ونصرة مثل التي سخرتها لعمر وولاء لدينك ومحبة لرسولك وعشقا لأصحاب رسولك وعطفا على أمة المسلمين أجمعين اللهم ازي عمر عننا خير الجزاء وبارك لنا في كل صحابة رسول الله اللهم آمين الأحبة الأكارم والأخوة الأعزاء أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة